بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للفصل الدراسي الأول المرحلة الثانوية المسار العام وصلنا إلى نهاية هذا الفصل الدراسي الأول وسوف نتطرق في درسنا لهذا اليوم إلى أبرز العنوين والدروس التي تم شرحها مسبقا فلنبدأ في درسنا لهذا اليوم والفكرة الرئيسية لهذا الدرس وعنوانه السعرات الحرارية المقصود من هذه الفكرة الرئيسية تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون يتسبب في زيادة الوزن مما يزيد من احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة فكرة هذا الدرس قبل أن نخوض في تفاصيله نتحدث عن السعرات الحرارية والمقصود بها السعرات التي تكون موجودة في الأطعمة عندما تكون هذه السعرات زائدة داخل الجسم هنا تبدأ بالتحول إلى دهون فيجب أن يكون لدينا توازن في السعرات الحرارية المدخلة إلى الجسم والطاقة المصروفة وسوف نتعرف في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب والطالبة على عدة أهداف أولها أتعرف على أهمية الاعتدال في تناول الطعام ثانيا أبين المقصود بالسعرات الحرارية وعمليات الأيض ثالثا أتعرف على مفهوم زيادة الوزن والسمنة ومعدل انتشارها في المجتمع السعودي رابعا أصف العوامل المسببة للوزن الزائد والسمنة خامسا أقيس حالة وزن جسمي باستخدام مؤشر كتلة الجسم وقياس محيط الخصر إذن هذه الأهداف هي التي سوف نتعرف عليها في نهاية درسنا لهذا اليوم السعرات الحرارية قيمة الاعتدال في الأكل والشرب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذية حتى في الأحاديث يجب أن يكون لدينا اعتدال وتوازن في الأكل ونبدأ بمفهوم السعرات الحرارية هي وحدة قياس كمية الطاقة الموجودة في الطعام التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية كعملية التنفس والهضم والحركة والقيام بمختلف أنشطة الحياة اليومية ويعبر عنها بالكيلو كالوري أو الكيلو جول وكلاهما من وحدات قياس الطاقة عمليات حرق السعرات الحرارية عمليات الأيض هي عمليات تحدث داخل جسم الإنسان لتحويل المتناول من الطعام والشراب إلى طاقة حتى في وقت الراحة وتستخدم هذه الطاقة لبناء الأنسجة والقيام الجسم بوظائفه الأساسية مثل التنفس ودوران الدم وغيرها وتعرف هذه الطاقة بمعدل الأيض الأساسي إذن تحدثنا عن مفهوم السعرات الحرارية وذكرنا أنها هي كمية السعرات التي تكون موجودة في الأطعمة وبحساب هذه الأوزان الخاصة بالسعرات الحرارية وقيمة الطاقة المصروفة مقابل لها هنا تكون الهدف الرئيسي من هذه العمليات التي يقوم بها الجسم كعملية الترفوس وضغط الدم هي عمليات مهمة للقيام بمختلف أنشطة الحيوية ويعبر عنها أحيانا بمسمى الكيلو كالوري أو الكيلو جول وكلاهما الأثنتين هي وحدات قياس نأتي بعد ذلك ما هو مفهوم زيادة الوزن والسمنة وهي مرتبطة ارتباط وثيق بالسعرات الحرارية وكمية الأطعمة وحسابها بالكيلو كالوري أو الكيلو جول وهنا يكون هذا المفهوم زيادة الوزن والسمنة حيث تعرف منظمة الصحة العالمية السمنة بأنها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق الضرر بالصحة وما هو السبب في تراكم هذه الدهون؟ يعد اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم الأكل والسعرات الحرارية التي يحرقها السبب الأساس لتراكم الدهون تتمثل خطورة السمنة في أنها تزيد من احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الكوليسترول وداء السكري السبب في تراكم الدهون في جسم الإنسان كما ذكرنا لكم أن السعرات الحرارية هي الأساس في عملية تراكم الدهون أو خفض الوزن فإذا تحدثنا أن هناك ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الدهون عندما تكون هذه السعرات الحرارية أعلى من قيمة الطاقة المصروفة في الجسم هنا يبدأ تراكم الدهون ويحدث تراكم وزيادة في الوزن فيجب أن يكون توازن ما بين السعرات الحرارية والطاقة المصروفة حتى يكون هناك توازن في الجسم بعد ذلك نأتي لمعدلات السمنة في المجتمع السعودي كما تشاهدون في هذه الشاشة أظهرت نتائج المسح الصحي لدى السكان في المملكة العربية السعودية إلى أن الوزن الطبيعي بلغ نسبة 39% الوزن الطبيعي نسبة 39% ونسبة 3% قليل الوزن ونسبة 38% وزن زائد بينما نسبة 20% من المجتمع يعانون من البدانة وهي بعد السمنة أو بعد الوزن الزائد كما أشارت النتائج إلى ازدياد نسبة السمنة مع التقدم إذن 39% وزن طبيعي 39% 3% وزن قليل 38% وزن زائد لاحظ هنا وزن زائد و20% يعانون من البدانة شاهد هذا الجدول الوزن الطبيعي 39% قليل الوزن 3% ووزن زائد 38% والبدانة هي ما بعد الوزن الزائد 20% هذه الإحصائية للسكان في المملكة العربية السعودية نأتي بعد ذلك لما هي الفئة العمرية من عمر 70 إلى 79 سنة 29% ازدياد نسبة السمنة و10% للفئة العمرية ما بين 18 إلى 29 سنة طيب هنا ما هي عوامل زيادة الوزن والسمنة لزيادة الوزن والسمنة لدى الشخص هناك عدة عوامل تؤدي إلى اختلال معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم ومثال على ذلك زيادة مدخول الأغذية ذات الطاقة العالية وخاصة الغنية بالدهون بعد ذلك زيادة استهلاك الطعام عن المعدل الذي يحتاجه الشخص ثم زيادة الخمول البدني أو قد يكون هناك عامل وراثي ووجود تاريخ عائلي لمرض السمنة أو عدم الحصول على النوم الكافي أو زيادة في معدل النوم وأيضا من عوامل زيادة الوزن والسمنة الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الغدة الدرقية أو تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئام إذن لدينا هنا عوامل زيادة الوزن والسمنة ذكرنا أن الأكل هو السبب الرئيسي الأول عندما تكون كمية السعرات عالية والطاقة المصروفة أقل هنا سبب رئيسي لزيادة الوزن ونتحدث هنا عن الوجبات الغنية بالدهون فقد تكون وجبة واحدة في اليوم أو وجبتين ويكون بذلك ارتفاع في معدل السعرات الحلارية أو يكون النظام الغذائي لديك جيد ولكنه أعلى بكثير من الطاقة المصروفة وأيضا من العوامل قد تكون هناك عوامل وراثية مثل الغدة الدرقية أو تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب كما تشاهدون هنا وأيضا الخمول البدني هو سبب رئيسي لأحد أسباب عوامل السمنة نأتي بعد ذلك للمؤشرات الصحية لحالة الوزن يمكن قياس حالة وزن الشخص بعدة طرق علمية وأشهرها مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر كما تشاهدون هنا هذه الشاشة مؤشر كتلة الجسم وهنا قياس محيط الخصر وهذه أشهر الأدوات الخاصة بقياس حالة وزن الشخص بطرق علمية المؤشر هو مؤشر يعبر عن العلاقة بين وزن الشخص وطوله لتصنيف زيادة أو نقصان الوزن مقارنة بالمعدل الطبيعي ثم قياس محيط الخصر هو مؤشر يستخدم لتصنيف خطورة الإصابة بالأمراض بدلالة قياس محيط الخصر طيب كيف نحسب مؤشر كتلة الجسم في هذه العملية الوزن بالكيلو جرام تقسيم الطول بالمتر مربع هذه لقياس مؤشر كتلة الجسم تفسر النتيجة هنا وفق تصنيف الوزن في ست فئات عندما يتم حساب هذا المؤشر تجد النتائج هنا إذا كان المؤشر 18.5 فهو يعتبر هناك نقص في الوزن أما إذا كان المؤشر 18.5 إلى 24.9 فهذا الوزن يعتبر وزن طبيعي أما الزيادة في الوزن فهي تكون ما بين 25 إلى 29.9 ثم نأتي بعد ذلك للسمنة من الدرجة الأولى لأن لدينا بعدها السمنة من الدرجة الثانية وبعدها السمنة المفرطة السمنة من الدرجة الأولى عندما يكون مؤشر كتلة جسمك من 30 إلى 34.9 والسمنة من الدرجة الثانية إذا كان مؤشر كتلة الجسم 35 إلى 39.9 أما إذا كان المؤشر 40 أو أكثر فهنا تعتبر سمنة مفرطة ويقاس هنا محيط الخصر باستخدام شريط المتر لقياس الخصر هنا فتزداد خطورة الإصابة بالأمراض عندما تكون قياسات محيط الخصر كالتالي هنا النوع سواء الأنثى أو ذكر تزداد الخطورة إذا كان أكثر من 80 سنتيمتر أو أكثر هنا تبدأ الزيادة في الخطورة الذكر إذا كان 94 سنتيمتر أو أكثر هنا تزداد الخطورة متى تكون خطورة عالية؟ إذا كان محيط الخصر لدى الأنثى 88 سنتيمتر أو أكثر ولدى الذكر 102 سنتيمتر أو أكثر إذن هذه المؤشرات الصحية لحارة الوزن وللحساب وأشهرها مؤشر كتلة الجسم وقياس محيط الخصر بعد ذلك عزيزي الطالب ماذا تعلمت من هذا الدرس السعرات الحرارية؟ تعلمنا أن السعرات الحرارية هي وحدة قياس كمية الطاقة في الأطعمة المستهلكة وتقاس بالكيلو كالوري وأن السمنة هي عبارة عن تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون وهو داء العصر وعامل للإصابة بالأمراض الأخرى وأن اختلال التوازن بين الطاقة المصروفة والسعرات الحرارية المستهلكة من المجموعات الغذائية هو أحد مسببات السمنة وأن السمنة تقاس بطريقتين هي مؤشر كترة الجسم أو حساب محيط الخصر وهي أشهر طريقتين لقياس مؤشرات الجسم نأتي بعد ذلك لنشاط منزلي السعرات الحرارية مفهوم تكرر خلال هذا الدرس ناقش مع زملائك دلالة هذا المفهوم متى يدخل الفرد مرحلة السمنة وما هي الأسباب التي توصله إلى ذلك ثم أعرض هذه الإجابات على معلمك في المدرسة ختاماً عزيزي الطالب والطالبة شكراً لكم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته